لأن عجبني كمان حرصه يا أستاذ إبراهيم أنه يلتقي باتنين كانوا محور الحديث الماضي اللي فات حسام حسن ويشعر أنه كان خارج وهو عنده إحباط شديد وعبد الأدر أحمد عبد الأدر ويشعر أنه عنده توهج وثقة برضو شديدة فكان لازم كل حاجة تتحط في حجمها يابني ما تنكسرش يابني ما لا تأمن طب أنت رأيك كيف في موقف حسام حسن وإحساسه يعني أنا عجبني مين اللي قال لازم يبقى شخصيته أقوى من كده لأنه المسألة مسألت في النهاية يعني ما تبقاش العملية أنك تشفق على نفسك وتريد الناس أن يشاركوك هذه الشفقة لأن اللعبة مش هبة أيوة الكرة مش هبة بالضبط وخصصا ما يبقى عندي أنا ضايع وقت لي وأنا عندي البديل أنت انتزع الفرصة تنتزعها إزاي في اللحظات الأولئية اللي تنزل يبقى لك بصمة توم تزيد مساحة المشاركة البصمة مش ضرورة أنك تجيب جون تبقى مؤثر أحدث تغييرا ما تبقاش خارج وأنت أفضل كل شوية عايز فرصة أنت ما تنساش يا حسام أنك إنت مش مظلوم بالمعنى الكلمة أنت كنت مصاب لفطرة ورجوعك يجب أن يكون متدرج لأن فيه ناس أتوجدت في المكان ده وتبتت تنافس وعلى فكرة دي المسحة اللي تعاملت للعيبة مسحة المباراة المسحة ما بقيتش زي الشونيور كده دلوقت ده الناس بتلططها كده أنت تخضط لما شفت الله افتكرت أجيب فأنا عايز أقول يعني لا خلي بالك أنك أنت تكون يعني ويحضرنا هنا ضروري إنما إذا كنت أبو جبل قاعد ومعدوش فرصة أن يلعب إلا إذا أصيب الشناوي فلما تحصل اللعبة لو كان أبو جبل تقلقه إيه إن كمان الظروف حطته فيه ضربات الجزاء اللي هي بتبقى مؤثرة جدا أحدث الفارق عمل اللي عليه في الاتنين إنت بعد كده ضيعت فخسرت الفاينال لكن هو عمل اللي عليه وأنت عايز منه يصدو لك ضربة ولا اتنين عمله فأنت اللي أنا عايز أقوله لازم ما تقعدش بقى يعني حلوة كلمة الصعبانيات اللي بتقول لي أحيانا هم بتستخدمهاش كتير دلوقتي إنك إنت ما يبقاش همك إنك متضايق على نفسك وعايز الناس يشاركوك هذا الضيق هو إيه؟ إيه العملية؟ أنت رجل اللعيب كورة والكورة مش على حال واحد زي ما أنت هتاخد فرصتك على حساب ناس الناس اللي موجودة دي واخدها على حسابك دلوقتي لا بالظبط لكن الروح حلوة يعني أنت بتشوف المنافس بتاعه اللي راح يواسيه وياخده في حضنه كان محمد شريف ايه؟ لو قعدت الشعور ده يتنامى عندك بعد شوية الشعور ده هتلاشى عندك الشعور التلاحم وإن إحنا كلنا قلبنا على بعض فالفرقة محتاجاتك وكلكوا يا جماعة كل لعبة الأهلي لعبة محترمين كلهم لعبة كويسين وإلا ما كانوا مش جوم الأهلي يعني حساب حساب ده بعد تدقيق سنتين ايه؟ وجه بس أنت عليك تحدي تاني مش ساهم أنت في اسموحها جيت قصبت خدت أول ما جيت خدت الفرصة بس قصبت ماشي ابتدي من أول الصات لأن دورك جاي جاي ده بقم ناس بحساب مش تحديدا لحساب اللي زي حساب ايه الحالة الحالة دي كمان أحمد عبدالقادر ما تعبرش أو ما تحاولش تقنع عن الناس بأنك لعيب مهاري خلاصهم معرف عايزين المهارة بقى دي نشوف هواية بتوظف يعني فيه لقطة اختزلوا على السوشيال ميديا اللقطة وقال لك شوف الإبداع اللي بيعمله أحمد عبدالقادر رقصي مين وشمال ومين وشمال وأنا شايف حد على الشمال جنبه لو كانت تزاقت له بعد أول ترئيسة كانت جري وانفرض ولعب لك أنت بالعرض ما أنت تجري بتاخد مكانك لكن أنت استمتعت بالترئيسة والجمهور معك بس مش دا القرار الصح يعني أنا رأيي دا قرار أنا يعني أحب ألفت النظر عليه أنت الكرة بتاعت ماتش الهلال السعودي مش كده ولا تكلم مبارح رقصي مين وشمال ومين وشمال حد على شماله في فدان لوحده لو زقه له كده كان يجري على الجود فرح لعب في النحية التانية ممكن تكون اللعبة دي على فكرة أصفرت على جون برضو في النهاية بس اللعبة اللي أنت عارف اللعيب اللعيب اللي أنا اللعيب اللي كيفني إنك إنت وإنت قاعدة تتفرج ويدك كده في المية مش في النار وتشايف الملعب تقوله إيه اللعبة هنا تبصت ليه هو في الفاضي اللي أنت نفسك يلعب فيه يروح يومي دا رجل كشف الملعب وعارف دوره لكن أحيانا اللعيب عايز عبر عن مهارته خلاص أنت وصلت للناس أنت لعب مهاري ومن أول لقطة أنا قلت لك دا لعب بطعمه مختلف قبل ما فاكر قبل ما كان يعني يعني يعبر عن نفسه بالقوة دي وهو الحقيقي اللعيب بطعمه مختلف بيرسي تقول العيب بطعمه مختلف ما تزودهاش يا بيرسي خلاص إلعب على طول ما تعقدش الفكر أنك لازم تجيب جن حلو أنت تجيب الجن الناس هتقولك الله عليك أي جن ولذلك أنا بيعجبني شريف في الحتة دي مش هريسي يجيب جن حلو عايزي إن شاء الله يغمزها فبيروح على الحتة المتوقعة التوفيق غاب عنه شوية لكن هتفتح معاه هتفتح معاه ولازم برضو ما تستعجلش أنها تفتح معاك لأن اديها للي جنبك واللي جنبك اديها لك يا الجني اللي جابه أفشة بقى ما هنتكلم بصراحة الجني اللي جابه أفشة أول جوه اللي انفراد من نص الملعب وتعرامي ربيعة لو تاخد بالك أن أفشة في الأول اللي عملها لشريف كان أضمن